بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلاة و سلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لماذا الابتلاء؟ هذا سؤال يعرف عند البعض بمعضلة الشر يعني لماذا يوجد الشر في الدنيا؟ وللأسف فإن هذا منفذ ينفذ منه بعض الناس إلى شبابنا حتى يسقطوهم في الإلحاد يقولون في مختصر هذه الشبهة لو كان للعالم رب موجود و إله واجب الوجود فإنه كان بالبساطة شديدة سيمنع الشر عن الناس يمنع الحروب يمنع الدمار يمنع الابتلاء إلى غير ذلك لكن وقوع هذه الأمور معنى ذلك أنه ليس هناك رب لهذا الكون والحق أن هذا خطأ كبير لأن الله سبحانه و تعالى واجب الوجود بدليل أنه هو الذي خلق الإنسان من عدم الإنسان كمخلوق بهذا و الكون بهذا الشكل المنظم و بهذا الشكل المرتب وهذه الأفلاك و هذه الأقمار و هذه الأراضي يعني هذه الكواكب و الإنسان بحركته و ما في داخل الإنسان من أجهزة يصعب أن نقول و يستحيل عقلا أن نقول إن الإنسان وجد صدفة و إن الكون وجد صدفة إذن الله سبحانه و تعالى هو الذي أوجد هذا الكون و هو الذي رتبه لماذا أوجد الله تعالى فيه الشر؟ الشر جزء من اختبار الإنسان عندي طالب أو عندي مجموعة من الطلاب أريد أن أنقل مجموعة منهم إلى الدفعة التالية أو الفرقة التالية و كذلك أختبر البعض حتى أنظر في هؤلاء الطلاب من يستطيع أو من يستحق النجاح و من لا يستحق النجاح و بعد ذلك هذا الطالب يحتاج إلى أن يعيد الدراسة مرة أخرى هذا كله يسمى امتحان الأصل في الامتحان أن يكون صعبا آتي بسؤال سهل و آتي بسؤال متوسط و آتي بسؤال صعب حتى أميز قدرة الطالب المتميز الطالب الذي كان يحضر و مواظب على الحضور لا بد أن يختلف في درجاتي عن الطالب الذي كان يلهو طيلة العام و من هنا يأتي الأستاذ في المادة بسؤال متوسط و بعد ذلك يأتي بسؤال متميز أو بنقطة متميزة لن يعرفها إلا الطالب الذي كان مواظبا على الحضور و هذا عدل منه ثم بعد ذلك ينظر في هؤلاء الطلاب من الذي ذاكر و من الذي لم يذاكر إذا عدل الله تعالى يقتضي أن يكون هناك اختبار لكل الناس من غير الاختبارات كل الناس تقول نحن مؤمنون و نحن استحق الجنة لكن الإنسان عندما يمر بالاختبار الله سبحانه وتعالى يؤهله حتى يفوز بهذه الجنة إذا رسب الإنسان اعترض على قدر ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا يستحق هذه الجنة هذا الأمر الأول لو كان لابتلاء معناه أن ربنا بيكره الإنسان فلماذا يبتل الله تعالى الأنبياء و النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم يعني أنا أشعر بالتعب ضعف ما يشعر به واحد منكم حضرتك تشعر بالصداع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصيب بالصداع يشعر به ضعف ما تشعر به أنت شخص يشعر بالمغص النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم بالمغص ضعف ما تشعر به أنت و من هنا الابتلاء ليس معناه أن الله تعالى يكره الإنسان تعرض الإنسان لهذه الاختبارات يزيده صقلا ويزيده مهارة على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما نشأ وتربى بعد ذلك انتقل من بيت سيدة حليمة إلى بيت أمه سنتين وماتت وبعدين إلى بيت جده عبد المطلب سنتين ومات النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب مهارة وهي أن يتعلم الاعتماد على الذات مرور النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كلها أهله لأن يكون بالمؤمنين رؤوفا رحيما وأهله بعد ذلك إلى ما قاله الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدأ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك في حدث يعني الأصل أن مرورك بابتلاء أو اختبار أو بش بعض الشعور لما الإنسان يشعر بالتعب يرحم المريض لما الإنسان يشعر بالجوع يعطف على الفقير لما الإنسان يشعر بالحيرة في مسألة تحيره يسارع إلى جواب الناس عن أسئلتهم لأنها تمثل عندهم حيرة وهذا ما قصده الله تعالى أمر آخر الشاعر يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعالوا النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب وعرف العودي يعني إيه؟ بيقول لو إحنا جبنا بخور أو جبنا العود عود من البخور ووضعنا أمامنا لن تجد منه هذه الرائحة عايز الرائحة تعبئ المكان أشعل فيه النار الإنسان كذلك لما يتعرض للاختبار يخرج أفضل ما عنده الاختبارات والتجارب في الحياة تقوي الإنسان وتجعله أفضل من مكان قد يغلق الله تعالى لك بابا حتى يفتح أمامك أبواب والله سبحانه وتعالى عنده العوض يبقى أمر أخير لا بد أن أنبه إليه خطأ هؤلاء الناس هو أنهم يحسبون أن الحياة الدنيوية هي النهاية لكن الصواب أن الحياة بداية وأن الحساب قد يكون في الدنيا أو في الآخرة لأنها المتمم لهذا الأمر وعلينا أن نرضى بما قدر الله تعالى إذا ابتليت فإن هذا كفارة للسيئات إذا ابتليت فإن هذا رفعة للدرجات وعندما يدخل الإنسان الجنة سينسيه هذا النعيم كل ما سبق من تعب ومرض كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا عبادا نشعر بالنعيم وننجح فيه وأبعد عنا شر البلاء إنك سميع قريب مجيب الدعاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله